مونة رح نحكي أكتر عن هذا العمل فيزياء وعسل مستضيف ضيفتنا نرحب بها من بيروت لينا خوري الكاتبة والمخرجة اللبنانية أهلا بكي لينا أهلا لينا أهلا بكم وشكرا على الاستدافة أهلا وسهلا فيزياء وعسل أخيرا بعد غياب لسنوات سؤالنا ما سبب هذا الغياب لينا وبما تصفين العودة وبهكذا عرض الغياب سببه والله الأزمات المتتالية اللي عشناها يعني من بعد 2019 لهلأ أزمات متتالية وراء بعضها تعبتنا دمرتنا كسرتنا هم نرجع نقوم من حطام أزمات كتير ما لحقنا ناخد نفس يعني أنا خلقت بالحرب الأهلية ومن أزمي للتاني للي بعدها فلاشنا ناخد نفس ونرجع ويكون عنا أمل بيشغلنا وبالبلد رجعنا تكسرنا هلأ عم نرجع نقوم ما بعرف أي قيامة عم نرجع نقوم أعله وعله نقدر عن جد نكون جديرين بهذا البلد الجميل لينا النص المسرحي مقتبس من مسرحية كواكب للكاتب البريطاني نيك بين لماذا ألهمك هذا النص؟ ومتى قررت تحويله إلى عمل مسرحي بروح لبنانية؟ تعرفت عن نص من حوالي 6 سنوات وغرمت فيه لقيت النص عبقري عم بيحكي عن أفكار أنا طالما عم بتواردني وخصوصا بهذه الفترة الأزامات عم بيحكي عن هل نحن عنا حرية الخيار ولا عنا وهم حرية الخيار هل قدرنا هو اللي بمشينا ولا نحن بنقدر نصنعه وين ما كاننا بالوجود كيف نفسر وجودنا شو ما فهمنا للحياة للموت للحب للخيانة للعلاقة للمرط فبيطرح مفاهيم يعني بيطرح أسئلة كتير عميئة نطرحها كل ياتنا كبشر وخصوصا وقتها تكون بعيشة عيشة مكسفة نحن في لبنان عيشين عيشة مكسفة عكتر ما عطعين بتجارب كبيرة فبتصير تطرح يعني أول شي بتصير تفكري بالقصص الاجتماعية بعدين تصير تفكري بالقصص السياسية بعدين تكبر أسئلتك بتصير أسئلة إنسانية وجودية فهذا النص طرح كل هالأسئلة بطريقة كتير زكية وطرح أفكار يعني القصة بتعالج هالأفكار كلها سواء من خلال قصة حب ساحرة رائعة مع كابل شخصيتين بيتلاقوا بعوالم وعوالم مشان هيك كمان بتطرح بالفيزياء نظرية العوالم البارلل يونيفورسز وبتطرح فكرة إنه الحب حيجمعكن لوين ما كنتوا بتطرح أفكار عن الزمن عن مفهوم الحب عن مفهومنا للحياة كلها سواء بكل تفاصيلها وفيها مشاعر يعني المسرحية بساعة وخمس دقايق بتحكي عن مشاعر بتعيشيها بحياة كاملة فإنك تطرح هالأفكار هالأفكار بهزك عخشبة المسرح ما كنت شايفه شي من قبل يعني هؤلاء المواضيع سبق ومطروحة بالسينما بالسينما أهيا لأنه في كتير مؤثرات بتساعدك إنك توصل هالأفكار بالمسرح كتير صعبة فكتير زكية كان النص فكتير لفت لنظري يعني ربما هنا سؤال وقررت يعني قلت خلص يعني هذا لازم ينعمل ارجع سبكين سؤال سؤال في سؤالين أو اثنين في واحد كما يقولون عن خيارك في الممثلين يعني ألان وأيضا في الحديث عن موضوع العمل العمل مسرحي الذي وصف ب يعني ما بعد الحداث عمليا يحاكي طبيعة الإنسان وصدماته اليومية ويثير أسئلة حول الحب والاختيار والقدر وما إلى ذلك يعني هنا السؤال ما الذي أردت أنت إيصاله من خلال هذا العرض المسرحي ومن خلال هذين الممثلين تحديدا خياري لاريت تحايك وألام سعادة كان يعني أول ما فكرت أعمل هذه المسرحية صرت تفكر المسرحية صعبة مثل ما سبق هلأ وسمعت ألا وريدت عم بيقوله مسرحية دقيقة مسرحية فيها كتير أبعاد مسرحية مكسفة مسرحية بتقوم على كتاف الممثلين عندك ممثلين حاضرين بكل لحظة عم بيغيروا 48 إحساس بـ 48 مشهد بأقل من ثواني فعندك لازم يكونوا ممثلين قادرين جدا وعندهم كريزما وعندهم حضور وبيشتغلوا مسرح لأنه شغل المسرح أصعب من شغل التلفزيون والسينما عندهم طاقة عندهم زكا عندهم حب يعني فبدي ناس بدي مواصلين بهالعمر بهذه المرحلة العمرية يقدروا يشيلوا هذا النص وهذا العمل وللصراحة أول اسم اجي عبالي هو ريتا من الإناس وأول اسم اجي عبالي هو ألام من الزكور وما كان يجي ولا اسم تاني غيرهم فكمان بفتكر كان قدرنا أنه نجتمع سواء بهذه المسرحية لأنه وقت حكيتهم ضغري ألو ضغري يعني ما ترددوا ثانية لأنه هالقد أغري مو بالنص ولأنه كمان بيعرفوا شغلي وأنا بعرف شغلون فصار اكتشفنا أنه بنشتغل بزيت الطريقة بزيت الهم بزيت الهم المسرحي الفني العميق فانبسطنا كتير وكان بفتكر خيار موفق جدا وعن منشوف الجمهور ردت فعلهم قد مسحورين بأداء ريتا وألان على المسرح بها المسرحية ردنا على سؤالك التالي شو أرد أني وصل كل هالأسئلة تفضلي تفضلي لينا اللي بدي وصله هو التروحات يعني نحن بحياتنا السؤال أنه ليش نحن هون شو مفروض نكون عم نعمل كيف مننا نعيش هذه الحياة بأننا نفهمها لنقدر نعيشها بطريقة حلوة لنقدر نحب مظبوط لنقدر نسامح مظبوط لنقدر نتقبل الموت لنقدر نخلق صدقات وعلاقات لنقدر نكون حالنا فبتطرح كل هالأسئلة العميقة وأنا بالنسبة لإلي المسرح هو لازم يطرح أسئلة ما لازم يلاقي أجوب بالعكس لازم يشجع الجمهور يطرح أسئلة على حاله جديدة ما فكر فيها أو يطرح أسئلة على موضيع بيعرفها بطريقة جديدة فهذا المسرح شغلته يحفز يحركش بالدماغ المشاهد يخليه يفكر ويحس ويشوف الأمور بمنظار تاني فكل الأسئلة اللي طرحها نكبين كان عبالي أقدمها للجمهور اللبناني بأسلوب راقي فنيا لأنه للصراحة مؤخرا عم نشوف كتير مسرحيات بس شوي في استسهال بيتطرح بالزوء العام فحبيت أنه قدم صعبة هالمسرحية قدم بدي أقدم بإحترافية وإكسر كل المفاهيم أنه منشتغل بس لا نشتغل أو ما بقى عنا ذائقة فنية أو عم نرجع لورا قلت بدي أتحدى يعني بالرغم من كل شي عم نعيشه بالتاريخ وبالجغرافيا وبالمقاسي وبالحروب قلت إذا نحنا كفنانين ما قدرنا نعمل شغلنا يعني ما لازم نكون ما بليق فينا اسم فنانين فلازم نعمل فننا على أكمل وجه وهي دي رسالتنا وهي دي شغلتنا فحبيت الفريق العمل لها المسرحية كل هيتنا اشتغلنا بكل مهنية وبكل حب أنه نعمل عمل ما شايفين مثله على بالمسرح اللبناني وفعلا هاي دي كانت الفيدباك ردة الفعل وكتير فخورين أنه قادرين نقدم هيك عمل بهيك مستوى بهيك أفكار بهذا الوضع عاك الحال لينا من الأشخاص اللي أكيد بيحبوا التحدي جدا ومن التحديات لينا طبعا دائما في أي مسرحية هي سينوغرافيا إلى أي مدى السينوغرافيا مهمة في فيزياء وعسل يعني كي تبتكري صيغتك البصرية للنص ونحكى الكثير عن المشهدية البصرية في المسرحية لينا صحيح أنا كان عندي رؤية أخراجية واضحة جدا فأعتمع كل المصممين وحكينا وللصراحة المصممين وعلى يعني السينوغراف الصديق العزيز العظيم حسن صادق دائما يعني سار سار أربع خمس مسرحيات بنشتغلهم سوا في نقاش كتير حلو بيصير بياناتنا قبل ما يصير التصميم بنتناقش بالأفكار وبالمسرحية وبالكلام وبالثيمات وبيطلع هو برؤية السينوغرافية للعمل فالثيموغرافية وصلت رؤيتي وصلت المسرحية سهلت لنا بطريقة رائعة والناس كلنا عم تحكي فيها والثيموغرافية كمان مننا لحالة مع الإضاءة اللي بتعطيها بتفرجية محمد أسعد كمان عمل الإضاءة ملائمة جدا للثيموغرافية الصوت كمان جواد شعبان اللي رافق يعني كل تفاصيل العمل الملابس سوزي شمعة عملت لنا ملابس يعني بريدها بيصير 8.2 بفصطان واحد يعني كان كل العناصر المسرحية عم تنشغل سواء وفعلا نحكي كتير عم كل العناصر وبالأخص السينوغرافية وبجي تحيي لك كل الفريق وحسن صادق الصديق كمان كيف كيف وظف لنا المكان اللي هو عدة أمكينة وعدة أزمنة على خشبة المسرح يعني كان على جميع العناصر أن تكون متكاملة لكي تتناسب مع هذه العودة للينا خوري بعد كل هذا الغياب شكرا جزيلا لك المؤلفة والمخرجة والكاتبة اللبنانية لينا خوري كنت معنا من بيروت ومبروك العمل الجديد مبروك العمل لكل التوفيق لينا خوري شكرا جزيلا